بات من الضروري إسراء عجلة إنهاء الملفات الرئيسية المهمة لحسم الكابينة الوزارية المواطن ينتظر ويترقب بفارغ الصبر ما ستنتجه التفاوضات السياسية القائمة الوقت يمر وقوانين كثيرة معطرة تنتظر الحسم خصوصا التي ترتبط وتتلامس مع حياة المواطن التعقيد السياسي تكون له تداعيات وتكون له سلبيات كبيرة على الشارع العراقي وينعكس بالتالي على المواطن العراقي الذي ينتظر كثير من القوانين المعطلة والتي موجودة الآن في رفوف مجلس النواب لم تنر النور والتي على مساس حقيقي مع هموم وتطلعات واستحقاقات المواطن العراقي أما المواطن الكادح فيطالب سياسيين الإسراع في الاتفاق على إنهاء الانسدادات التي باتت تؤثر على حياة العائلة العراقية والخروج بنتائج إيجابية تضمن مستقبل أفضل للعراقي والعراقيين أي مواطن عراقي يتساءل إلى متى أن هذا التصارع من أجل المصالح والمغانم على حساب المواطن العراقي يعني ليس بالجديد المواطن العراقي وخاصة المواطن البسيط يلمس أن هذه الحالة موجودة منذ عام 2003 ولا اليوم يعني معقولة أنه سياسيين يتسرعون على المغانم على حساب المواطن البسيط هي مكافحة مدمرت البلد العد التنازلي بدأ والمواطن يترقب ما ستفضي إليه نتائج التفاوضات السياسية الجارية الآن ترافقها مطالبات بضرورة الإسراع بالحسم بات الوقت يؤثر بدقائقه وساعاته على المواطن الكادح مطالبات بضرورة حسم ملف الحكومة الذي انحسم فإنه يعني حسم الكثير من القوانين التي اتهم وتؤثر على المواطن العراقي من بغداد محمد فراس قناة التغيير اشتركوا في القناة